انطلقت أعمال قمة مصر الدولية لتحول الرقمي والأمن السيبراني وتستعرض القمة العديد من الموضوعات المهمة مثل الحوكمة في المجالات الرقمية وقوانين حماية البيانات الشخصية وصبل التعامل مع المتغيرات المتعلقة بالأمن السيبراني حقيقة المؤتمر يعكس دور مصر المحوري وفي مجال التسلاة والتكنولوجيا المعلومات ويؤكد أن مصر تسير بخطة وثيقة على مدمار بناء مصر الرقمية وأن الكوادر المصرية محطة أنظار كل دول الإقليم بل كل دول المنطقة ما تقوم به الدول في هذا الأمر هو النظر إلى هذا الجانب من خمس جوانب رئيسية إيجاد مؤسسة وطنية من الجانب التنظيمي تعنى بالأمن السيبراني تعزيز القوانين والتشريعات لتكون مواكبة لهذه التحديات القادمة سيم التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والثورات الرقمية الأخرى موضوع بناء القدرات الوطنية وتأهيلها لخوض غمار قطاع الأمن السيبراني مهم جدا للدول بالإضافة إلى الوعي المعلوماتي لدى مختلف شرائح المجتمع وأخيرا التعاون الإقليمي والدولي ذلك أن الجريمة الإلكترونية عابرة للحدود ولن يتأتى لأي دولة أن تعمل بمعزلها طلعنا على تجارب الدول وشاركنا التحديات الأمن السيبراني هو مبني على الشراكات والتعاون واليوم حضرنا هنا ما هو إلا تأكيد لهذا الأمر التعاون في تهديدات السيبرانية لا يقتصر على تعاون شراكات وتعاون توقيع مذكرات تفاهم يقتصر أيضا ويزيد من ذلك على الحمد لله المنظومات والتمارين السيبرانية التي نقوم بها أيضا يعتمد على التكنولوجيا وتحديث هذه التكنولوجيا الحديثة اللي اليوم فيها فمع مصر أي نعم الحمد لله توجد شراكات كثيرة في هذه القطاعات كلها من الناس وتقوية القوى البشرية ورفع مكانتهم نحن نعتبر من أكبر الشركات في العالم في قطاع الأمن السيبراني حكي عارف طبعا التهديدات اللي جاية كلها وتهديدات اللي بتحصل في العالم كلها لها دعوة بالآي تي ولها دعوة بالأمن السيبراني وأهمية الأمن السيبراني دلوقتي اللي هي دخلة في كل مؤسسات الدولة مؤسسة كبيرة مؤسسة صغيرة كل القطاعات لازم تاخد حيطتها واللي بعندها الإمكانيات الكافية لمجابهة أي مخاطر جاية عن طريق تهديدات خارجية سيبرانية في إطار مشروع التخرج بتاعنا إحنا بنتكلم عن الأمن السيبراني أو السيبر سيكوريتي هو موضوع منتشر وشائع الفترة الأخيرة قوي بسبب انشار حوادث أو جرائم إلكترونية وابتزاز إلكتروني الفترة الأخيرة فدي كانت من ضمن فعاليات مشروعنا وسبب اختيارنا للفكرة انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحت عنوان صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين يهدف المؤتمر لمشاركة الباحثين والأكاديميين مع الخبراء الاقتصاديين لتعامل بكفاءة وفاعلية مع المخاطر الاقتصادية من خلال وضع وتنفيذ بعض السياسات الاقتصادية التي يشارك فيها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية ونخبة متميزة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وممثلين عن الحكومة والمجتمع الدولي كان احنا في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار النهاردة عندنا أكتر من أداة نقدر نوصل بها المجتمع البحثي احنا عندنا مسابقات بتتم على مستوى محافظات الجمهورية بشكل مستمر عندنا النهاردة لقاءات إطارات مؤسسية في أطر مؤسسية لاستماع إلى الطلبة بشكل مستمر عندنا ورش عمل عندنا النهاردة حاجة زي هذا المؤتمر العلمي عندنا منصة حوار اللي يمكن النهاردة هذه المنصة حصلت على العديد من الجواز الدولية لما تقوم به من استقبال الأفكار ويوجد لجنة عليا مشكلة من كافة جهات الدولة بتستعرض هذه الأفكار وبترد على الناس فيها من خلال هذه المنصة الإلكترونية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ده بيعتبر من أكبر مراكز الفكر في مصر وفي الوطن العربي وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية هي كلية مرموقة وهي كانت متفردة ولمدة طويلة في هذا التخصص كلية الاقتصاد والعلوم السياسية طبعا بيطلق عليها أن هي در التاج جامعة القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فيها عدد كبير من الباحثين أساتيسة الجامعات الأساتيسة الاقتصاد والعلوم السياسية والإحصاء والإدارة العامة والحوسابة الاجتماعية يعني هي بتضم بين جنوباتها العديد من التخصصات مؤتمر منعقد على مدار يومين النهاردة بإذن الله وغدا وطبعا في نهاية المؤتمر سيكون عندنا جلسة أساسية نستخلص منها أهم النتائج لكل الجلسات التي عقدت في المؤتمر وورش العمل والحلقة النقاشية التي يشارك فيها ممثلي الحكومة وأيضا القطاع الخاص المصري وأيضا المؤسسات الدولية كالبنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لنتعرف أيضا على رؤيتهم الاقتصادية أتاحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية خدمة استخراج شهادة عدم الالتباس وحجز الإسب التجاري إلكترونيا وبداية من اليوم تستطيع الشركات الراغبة في التأسيس بمركز خدمات المستثمرين الرئيسي بالقاهرة استخراج الشهادة إلكترونيا على أن يتم تعميم التجربة بباقي المراكز بالمحافظات تدريجيا في وقت قصير استقبل وزير البترول طارق الملة رئيس شركة إيناب سي بيترول التشيلية حيث تم بحث أنشطة الشركة في مصر وخطتها المستقبلية في مناطق عملياتها بالصحراء الغربية والشرقية وخلال اللقاء شاد الوزير برغبة الشركة في الاستحواذ على مناطق امتياز جديدة وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج وضخ استثمارات إضافية في قطاع البترول ويبلغ إجمالي استثمارات الشركة في مصر حتى الآن خمسمائة وواحد وثمانين مليون دولار ويبلغ إجمالية إنتاجها الحالي حوالي عشرة ألاف برميل يوميا أكدت الحكومة أن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لم تدرج مصر على قائمة الملاحظات الدولية المقرر مناقشتها خلال فعاليات الدورة المئة واثنتين عشر لمؤتمر العمل الدولي المقرر انعقاده في جناف مطلع شهر يونيو المقبل وقال وزير العمل إن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام الفين أربعة وعشرين يؤكد امتثالها لمعايير العمل الدولية وسياساتها المتجهة نحو المزيد من الحماية ورعاية للعمال تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى أسواق المال حيث سجلت مؤشرات البرصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات مستهل تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة بختام التعملات نحو 87 مليار جنيه لأصل إلى مستوى 1.752 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 13 مليار و300 مليون جنيه وقفز مؤشر السوق الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبة 4.49 من مئة بالمئة ليصل إلى مستوى 27.315 نقطة كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 3.91 من مئة بالمئة ليسجل 5.586 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نتاقا والذي زاد بنحو 4.59 من مئة بالمئة ليصل إلى مستوى 8.535 نقطة وقعت الكويت عقودا تشتري بمجابها 500 ميجاوات من الكهرباء من خلال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي وأكدت زارة الكهرباء الكويتية أن التعاقد يتضمن شراء 300 ميجاوات من سلطنة عمان و200 ميجاوات من قطر مشيرة إلى أن التعاقد يمتد من أول يونيو وحتى 31 من أغسطس شكرا